وفق السادة النواب خلال جلسة الاعتيادية اليوم على تعديل بعض أحكام القرار التنفيذي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن ثم أصدر السادة النواب بيانا بشأن دعم الإجراءات القانونية والمطالبة بتشديد العقوبات والقصاص لحفظ الأمن وبيان آخر بشأن الاحتفال بيوم المرأة العربية والذي يصادف الأول من شهر فبراير من كل عام جلسة اعتيادية للسادة النواب ناقشت العديد من الملفات المهمة التي حواها جدول الأعمال حيث تصدرها موافقة الأعضاء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كل من جمهورية تشيك المجر وجورجيا وإحالتهم إلى مجلس الشورى اتفاقيات الثنائية بين البحرين وأيدا والتبرام ما في شك بأن لها مردود اقتصادي وفتح أسواق وفتح أبواب جديدة بسبب بحرين ولكن لا بد من التأني في بعض الأمور خاصة عندما تتصل في التنقلات الجوية مثل الشركات الطيران بالإضافة إلى حركة السياحة فنعتقد مثلات اتفاقية هي دعم لحركة السياحة وفي نفسه ممكن أن تزيد من التبادلات التجارية والاقتصادية وتحتاج فقط إلى أن تكون هناك رؤية واضحة في شأن طريقة التنفيذ وأمكانية التعامل معها بالمستقبل مما يعد بالفائدة على مملكة البحرين جلسة النواب هذه قرر السادة النواب خلالها الموافقة على مقترحين اثنين جاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والثاني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 34 من قانون الإجراءات أمام المحكمة الشرعية وإحالتهم إلى الحكومة وفي بند ما يستجد من أعمال فقد وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالترخيص للباعة البحرينيين الجائلين بمراسلة البيع في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة أيام العطل والمناسبات وفقا للشروط كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن توظيف الممرضين والممرضات البحرينيين العاطلين عن العمل وافق المجلس كذلك على الاقتراح برغبة بشأن وقف رسوم دمغ الذهب التي فرضتها مؤخرا وزارة الصناعة والتجارة وشؤون السياحة الرسوم هذه كانت يعني أنا ما عرف صارت أظن العملية بغير دراسة كانت عملية سريعة جدا في عملية رفع الرسوم وهي أساسا كان تقيير في النظام الرسوم أساسا اللي هو كان يؤخذ بسعر الإقرام وتغير وعمل بنظام القطعة الواحدة طبعا الكل لا ينسي أن هناك البحرين اليوم رائدة في موضوع الذهب والمجوهرات إلى كثير من حتى الخليجيين من ينزل إلى البحرين وعندنا معرض الجوهر العربية معروفة أيضا من سنوات طويلة يدعمها رئيس الوزراء طول الله في عمره وتلبية لحاجات المواطنين أحال المجلس إلى الحكومة الموقرة اقتراحين بعد الموافقة عليهما من قبل السادة النواب الأول بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء سوق شعبي يراعي الموروثات الشعبية والثاني بشأن إعادة مراجعة جميع العقود المتعلقة بسكن العمال ومسح شامل لسكن العزاب في مختلف المناطق يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين